بس الرجالة بهم يهتموا أكتر من الأول هو الرجالة الفترة اللي فاتت بقوا بيهتموا أكتر وبقوا دايماً بيجوا بمشاكل معينة بقت لها عنوين كده يعني بقى إن أشوفها كتير يعني الجزع السنين ده كتير التوتر اللي إحنا عاشين في الطبعة يعني الجزع السنين ده حركة لا إرادية لا إرادية وإحنا نايمين يوجه ولي بتحصل وإنتوا صحيحين وإحنا صحيحنا ده الجديد بقى يعني لو إنتي في صحيق عربيتك وسرحتي كده بتفطري في حاجة لأنفسك بتجزي على السنين بتحضري المشهد مثلاً وقعدة في الأوضة ومش وغدى بالك ممكن تكون بالجزع على السنين ومش وغدى مثلاً بالضبط وهو ده اللي بيأثر وده يأثر على إيه؟ بيأثر مبدأين السنين بتتأكل ربنا عمل السنين اللي هي أناتومي زي الجبال كده اللي هي تشريحة عشان تبدأ تمدغ الأكل فجأة السنين دي بتبقى فلات المينة بتاعت السنين اللي هي الطبقة الخارجية بتتأكل خالص الإنامل اللي هي بتحمي السنة بتتأكل خالص فبتكشف الطبقة اللي تحتها اللي هي الدينتين فيبدأ لعن يحس بسنستيفي حساسية مع الحاجة السنة كهرباء دي كهرباء طبعاً ده بسبب تأكل السنة طب إيه علاجها؟ علاجها تبي كونزيروتوف أو نوت تبي كونزيروتوف تبي كونزيروتوف إن أنا ممكن أعليجها بالليزر إن أنا بحط طبقات على السنة وصلت إلى الليزر فيبدأ يقفل المسام بتاع السنة فيبدأ يقال للسنسيفتي النقط إن أنا ببقاش كنزرفتف بقى ويلا اعمل شي العصب من السنة حط كراونا على السنة الوجع روح بس السنة كمان روحت آه صح شوفي هو هو نفس المشكلة ليها تومي المدرسة تغيرت خالص يعني علمياً المدرسة تغيرت خالص على فكرة احنا بينا نرجع للأول ما لسه زي ما قولت في الأول نرجع للطبيعي نرجع للورا ايه تاني بيشتكي منه الرجال قبل ما نروح للفاصل الجزع السنان دي أسوأ حاجة والصداع اللي بيجي نتيجة لمشاكل في مفاصل الفكين ده بقى تسمحها كتير قوي بقى لي مثلا سنة الكورونا والكورونا والبزنس واللي حصل في العالم كله خلى الناس شوية سترسد فقبا بيحسن إن الجزد كتير يبدأ يعمل له مشاكلة في التينجاية مفاصل الفكين يبدأ يجي يقول لي أنا عندي صداع بقى شهر ما ده مفصل يعني زي أي مفاصل بيتأثر بقى يعني يجي لخشونة طبعا 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 لا الكلام ده بقى أنا أسمعه كتير الفترة الفاتت كتير يعني أنا بقيت أشوف كده كتير ومعظة بالناس الجاية رجال أعمال مجموين طبعا من الضغوطات